حاجات يا ريتني كنت عرفتها قبل ما اروح امريكا الحاجات هتنفعك في امريكا وحتنفعك برا امريكا امريكا بتكذب احسن ناس في الدنيا واسوأ ناس في الدنيا بيروح لها المليونيرات وبيروح لها الشحتين المليونيرات عارفين جايين ليه انما الشحتين فاكرين ان هم بمجرد مايروحوا امريكا امريكا هتحول حياتهم من جحيم لجنة مفيش مكان هيصلحك مفيش ولا مكان هيعدل لك حياتك ولا يحولها من جهنم لجنة انت نفس الشخص اللي ركبت الطيارة من مصر او من بلدك وجيت نزلت من الطيارة في امريكا انت نفس الشخص الا لو عملت حاجات معينة مش عشان امريكا ولا انت جيت امريكا يبقى فجأة حيتصلح التخلف وجوع والكبت والفقر اللي جواك او اللي فيك مفيش مكان بيصلح حد لو رحت امريكا ووصلت لقيت جوع وفقر وناس بتشتكي وناس تعبانة ده مش امريكا ده انت اللي حطت نفسك في المجتمع ده فمجتمع الناس اللي بتشتكي الناس الفقر الناس المتبعدلة الناس اللي ضيعت حياتها على الفاضي بقى لهم عشرين سنة فامريكا ما عملوش حاجة ما عملوش ورق ما عملوش فلوس ما عملوش حاجة قالص فلو رحت امريكا لقيت النوعية دي دي مش امريكا ده انت اللي حطيت نفسك في وسط النوعية ده كان اختيارك امريكا عملة زي العدسة المكبرة لو انت قد كده جوا نفسك هتفضل قد كده فيها ولو انت فاهم جوا نفسك انت عايز ايه من الدنيا امريكا هتكبرك بقى وتخليك بص عدسة مكبرة هتخليك بقى ايه قد الدنيا لو انت جواك قد الدنيا لو رحت امريكا هتبقى قد الدنيا يعني مثلا لو جيت امريكا بتدور على شغل بنفس الطريقة اللي كنت بتدور بيها على شغل في بلدك هتفشل لازم تتعلم الثقافة الجديدة الطريقة الجديدة اللغة الجديدة القوانين بتاعت البلد الجديدة بطل اول ما توصل مكان تدور على العرب او تدور على الجامع العرب او تدور على الكنيسة المصرية او تعمل حسابك ان انت ناويت باد في الجامع او ناويت باد في الكنيسة الناس دي مش شغلتها تساعدك هتقل من نفسك عالفاضي وحتاخد صدمة بالتوسخة اوكي انت جاي امريكا في مؤسسات امريكا عاملاها للمهاجرين الجداد للناس اللي جايها جديد هم دول اللي شغلتهم يساعدوك في السكن ويساعدوك في شغل ويساعدوك في علاج ويساعدوك انت وولادك فبمجرد ما تروح واول حاجة هم التجمع العرب فين ابعد عنهم الناس دي بتعمل من الحبة قبة وفي نفس الوقت ما بيساعدوش وفي نفس الوقت بيحبوا يعرفوا عنك كل حاجة ويبدأوا يتكلموا عليك ويوقعوك في مشاكل هم نفسياتهم كده ابعد عنهم فأمريكا هتلاقي ناس وفي الدنيا كلها هتلاقي ناس اسكية جدا وناس متعلمة جدا وناس دماء خفيف جدا وناس هتحس ان هم ممكن يبقوا صحابك مدى الحياة وتتفقوا تعملوا حاجات بالهبل مع بعض تعابلهم مرة كل ده يحصل وما تشوفهمش تاني عادي جدا قابل الناس دي اقعد معاهم فرفش معاهم قضي وقت كويس ما تتفقش على حاجة سيب أرقام التواصل واللي عايزك بس هو اللي حيتواصل معك اللي محتاجك بس هو اللي حيتواصل معك فاعمل لنفسك قيمة ما تتواصلش انت مع حد يكون الحد ده قابلك مرة وكان لطيف معاك معنى كده ان هو عايز يعرفك تاني او يصحبك او 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 هتلاقي ناس كتير مجاملة بيجاملك لو وصلت ان انتوا بدلتوا تليفنات تليفناتكو خلاص لو عايزك هو حيتواصل معك اتعلم ان كلمة no اللي هي كلمة لا لما تتقلك مفيش حاجة بعدها اسمها ليه لا ليه مفيش هو لو انت بتبيع له حاجة او عايز منه حاجة او احتاج منه خدمة او اي حاجة وقال لك no sorry او no thanks اللي هو لا شكرا او لا اسف مش هقدر لا مفيش بعدها في امريكا ولا في العالم كله عشان خطري والنبي انا في عرضك الله يكرمك وعيات ولادك مفيش حاجة اسمها كده لا معناها لا ما لهاش تفسير وما تطلب لهاش وما تطلب لهاش تفسير مش لازم تفهم لا ليه واسبابه ايه فامريكا اللي يقولك no thanks تبقى هي no تبقى هي اللا حط ده في دماغك كويس جدا لا في محيلة ولا في لانه لو عملت كده هيقولك انهي جزء في كلمة لا اللي انت مش فاهمه عشان اشرحولها بقولك لا خلاص فهتشوف وش وسخ فلو حد في امريكا قالك لا يبقى هي لا ارجوك احترم لا بتاعتك او هي لو انت عرضت عليها اي عرض اي ان كان بتحبها تتجوزها تخرج معها عايز رقم تليفونها عايز وقالت لك لا هي اللا مفيش بقى تفضل بقى ماشي وراها وبتاع كده هتدخل نفسك بمشكلة هتطلب لك البوليس ليه لان انت حتتحول من واحد عايز مثلا يمشي معها او يصحبها او يبيع حاجة او بتاع لستاكر او متحرقش فخلي بالك ليه لان لا انا مش عايز اقولك انه بين الراجل وامراته في امريكا لو حب يعمل معها وقالت له لا وعمل غصبا عنها دي يعاقب عليها القانون لان ده اسمه اختصاب دي امراتك اه وممكن تخش السجن وقلن كده زمان لما في الموضوع ما تتجوزت امريكا فكلمة لا في امريكا معناها لا حتى في الدولة العربية والخليج لما يقولك لا عارف لو حيخلصلك لو حيقولك اكشر يقولك ان شاء الله يقولك انما لو قالك لا ااسف اخي خلاص لا مفيش بقى ايه البضان بتاعاتنا فلقة يعني لقة ومن غير ما تعرف اسباب من حقه يحتفظ باسباب ويمكن ما عوش فلوس يمكن متجوزة يمكن 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 بلاوي سبب اللقة مش هيفرق معاك المهم ان تقولك لا في اي حاجة انت عايزها فاحترم كلمة لا وخلاص ويبقى دي نهاية الكلام في الموضوع ده عايز بقى تتكلم معهم في موضوع تاني في طلب تاني اوكي عايز تاني الحوار خلاص انهي الحوار امريكا هتكون بالنسبة لك الحاجة اللي انت عايزها يعني انا مثلا حققت كل احلامي درست السينما عملت عيلة اتجوزت عملت ورق خدت الجنسية اتكلمت لفت العالم خدت الباسبور عملت كل اللي نفسي فيه بس في المقابل اشتغلت عملت فلوس فتحت بيزنس خزرت بيزنس في المقابل اخدت مني دم وعرق وعمر وصحة في دول تانية بتاخد دمك وعرقك وعمرك ودموعك وصحتك وما بتدكش حاجة لو انت في امريكا شغلها 14 ساعة و12 ساعة و16 ساعة في اليوم في بنزينة في اوبر في محل بيتزا تعبان طلعان عين امة متبهدل دي مش امريكا دي اختياراتك غيرك جي بدأ من الصفر راح اتعلم من جديد كان معابة كاليريوس من مصر او لسانس من مصر او دكتوراه من مصر وراح بدأ من جديد في امريكا اللي بقى دكتور زي دكتور احمد زويل اللي بقى محامي شهير زي الاستاذ مازن سكر اللي بقى مازن سكر بدأ اللي هو المحامي بتاعي ده حد كبير قوي في الهجرة في امريكا محامي هجرة كبير بدأ برضو غسيلة باق وبتاع عيامها ما كانش فيه اوبر والكلام ده لغاية ما بقى محامي كبير قوي وغالي قوي ومشهور قوي وفي منهم بقى طبيب في منهم بقى مهندس في منهم بقى ممثل سينما نجم السينما وفي منهم بقى عالم فضاء زي الدكتور عصام حيجي فامريكا هتبقى الحاجة اللي انت عايزها انت من جواك خاوي وراضي باي حاجة هتفضل اي حاجة انت من جواك عايز تبقى حاجة وناوي تبقى حاجة وانت جواك كبير هتبقى حاجة وحتبقى كبير يعني ايه الكلام ده يعني البلد موفرة لك كل عوامل النجاح وانت واختياراتك لازم قبل ما تتعلم امريكا تتعلم نفسك تعرف انت عايز ايه ما انتش عايش وخلاص تعرف انت هدفك ايه ما انتش عايش وخلاص ما تبطل كلمة اي حاجة اشتغل اي حاجة ما تشتغلش اي حاجة بالذات في امريكا اسعى ان انت تبقى حاجة الحاجة اللي انت عايزها ما ترضاش بقليلك في امريكا اسعى في امريكا اتعلم لف غير الولاية غير عدد غير الناس اللي حواليك غير البيت اللي انت عايز فيه غير اي حاجة بحيث ان انت توصل للي انت عايزه فانت قبل ما تحاول تفهم امريكا لان امريكا فيها كل الاختيارات حاول انت تفهم نفسك لازم تعرف انت عايز ايه مش عايش وخلاص بتاكل وتنموا وهي شغلانة والسلام وهي ستين سبعين سنة عايشينهم والهبل اللي بيتقلك في الافلام وانت بتاخد منه ثقافتك الكلام ده ترميه في الزبالة وانت جاي وافهم نفسك الاول انت عايز ايه من الولايات المتحدة امتى تيجي وامتى تسيبها وامتى تكمل فيها وامتى ما تجيش اصلا انت عايز تروح هناك تعمل ايه وحتعمله ازاي وامتى الخطواء ده شغلك انت ده الهدف اللي انت احمد زويل كان عارف عصام حجي كان عارف اللي راحوا بقوا نجوموا ومشاهيروا ودكاترة ومحامين كانوا عارفين هم عايزين ايه فانت لازم تعرف نفسك الاول قبل ما تعرف امريكا او تعرف اي حاجة تانية لازم انت نفسك تعرف انت عايز ايه انا باكره الجملة دي جدا من فضلكم انا محتاج دعمكم لايك شير اعمل سبسكرايب للقناة سواء كنت بتشوف الفيديو ده على تيك توك ولا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك اشترك في القناة اشترك في الصفحة فعل الجرس على اليوتيوب لو تكرمت لو عايز تكمل في المحتوى ده محتوى مفخوش اي الفاظ خرجة محتوى محترم انا عارف بالظبط انا بقول ايه لو سمعت الفيديو ده مرة واثنين حاول تكتب النقط اللي انا قلتها وانت رايح امريكا الاول مرة حتلاقيني وفرت عليك عرف كتير وبهدلة كتير وقلت ايمة كتير سلام